ست البيت الأمورة هي ده الموعد لنزورة هي بعدها فغيورة بس بشغلات شطورة عم تطبخ ميت للماما وتحقق بدري أحلامها عم تطبخ ميت للماما شطورة تحقق بدري أحلامها تسلم ايدها ياما وياما بأكلات العائلة مسرورة شوفوا بايديها الصغار بتزين كل الدار شوفوا بايديها الصغار بتزين كل الدار زينة وديكور وأنوار ترسمها بأحلى صورة ست البيت الأمورة هي ده الموعد لنزورة ست البيت الأمورة هي ده الموعد لنزورة هي بعدها فغيورة بس بشغلات شطورة ست البيت لنزورة ست البيت لنزورة عزاني مشاهدين منرحب فيكم في حلقة خفيفة ولطيفة من ست البيت لصغيرة اليوم أنا الحالي راح أعملك طبع لذيذ ومفيد ألكم عشي هو الطبع الطبع هو كرات التمر بجاز الهند والمكسرات وشي دايما أنا بنعمل أول إشي بنقولكم المكونات المكونات هي نص كيلو تمر مطحون كاسة بسكوت مطحون نعم ملأتين كبار زبدة سايحة ملأتين ملأ قرفة وعندنا للتزين فتوح حلبي مطحون نعم جوز الهند ولوز وهلأ قبل أن نبدأ بتجهيز طبع اليوم راح نطلع فاصل صغير ونرجع سبت البيت لفغيرة سبت البيت لفغيرة سبت البيت لفغيرة سبت البيت لفغيرة ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد الفاصل عشان نبدأ بتحضير طبعنا المشيد واللذيذ يلا نبدأ بس قبل ما نبدأ شوفنا نلبس القلافز وحلأ من بعد نو نلبسنا القلافز راح نبدأ بتجهيز الطبع يلا خليشنا نضيب التمر دائما نضيب البسكات نحطه كله بعدها الزبنة بعدها الزبنة حلأ بعدها الزبنة بعدها الزبنة بعدها الزبنة بعدها الزبنة نخلطهم بنيح بنيح ممكن إحنا نستاذر من حد يساعدنا ماما بابا إخواننا وإحنا أطفال اللي بنصل لها أدي اللي عمرهم ستة سبعة خمسة بدروا نسوي زي هيك وأنا اللي مساوتها لحالي عشان أنا وإياكم نعرف أشيء من قبل أنا اللي أنا بحبكم كتير عشان هيك بخليكم تستفيدوا وتطلع علينا وإن شاء الله راح أسوي لكم حلقات جديدة أنا وشيف أصومي وأنا أمرأة اللي حالي وإن شاء الله برده راح أقدم لكم أنا الشيدي جديدة وهلأ بدنا ننزل المكونات كلهم اللي استخدمناهم للتمر عشان نجهز الكرات هلأ حنبلس بتنجيز الكرات خلع بناخد حجم يضبها الأدة بنزينهم بالفستاء بجازلهم أي شيء بس أول إشي من نحشيهم بعد ملكا بنسوي من بنسويهم دائرات بنقرب صحبة تعديم لعلنة عشان نعرف بنحط في الكرة إن شاء الله أنا حعملكم أنا شيدة جديدة وحلاقات جديدة وحلوة هكي بنكمل الطبق كله بنفس الطريقة بنعمل كرات حسب ما بدكم بجازلهم بسوطوا الحلبي أياش شافية عزيزي المشاهدين ما في أسهل من تحضيره أو أسرع منه مفيد جدا هلأ من بعد ما رجعنا من الصاصل هاي طبقنا هلأ لمناكل قبل مناكل بنقول بسم الله بسم الله عن جد عن جد كثير طيبة لازم تجربوها ولازم تعملوها هاك بنكون نصلنا لنهاية حلقة اليوم بستة البيتلة صغيرة إن شاء الله تعالى من نلقاكم حلقات تانية وأجمل وأجمل من ستة البيت لصغيرة انتظرونا وصحوا هنا مع حبيبتكم جانا مع السلامة ستة البيت الأمورة هيدا الموعد لنزورة ستة البيت الأمورة هيدا الموعد لنزورة هي بعدها صغيرة بس بشغلات شطورة عم تطبخ ميت للماما وتحقق بدري أحلامها عم تطبخ ميت للماما شطورة بدري أحلامها تسلم إيدا ياما وياما بأكلات العائلة مسرورة شوفوا بإيديها الصغار بتزين كو